اشتركوا في القناة في اليوم كام ساعة من كام لكام بتبدأ امتى طب كام واحد مندوب يكونوا في اللجنة طب اللجنة فيها كام صندوق طيب ناخدها من الاول ناخدها من الاول لواحدة واحدة بصوا يا استاذات عشان نبدأ القصة الاجراءات بقى جد الوقت يا استاذة خليكي معي علشان دي اجراءات احنا دلوقتي هندخل في اجراءات العملية الانتخابية واقف عند المحطات التلاتة الرئيسية وكل محطة كل محطة هقول كده تلكسات ولو فيه حاجة مش واضحة واقفوني عندها اول مرحلة بناخد خط عند هيئة الناخبين بعدها محدش بيدخل هيئة الناخبين بعد كده ولا بيتحط اسمه ناخب الخط ده حد زمني يبدأ امتى اللي لا يجوز بعده تغيير او اضافة اي حد للكشوف اللي اسمها قاعدة بيئات الناخبين امتى اتقفل برافو عليك طالما طلع طالما طلع دعوة رئيس الجمهورية للانتخاب لا يجوز اضافة اي احد يبقى ايزا بناء عليها واستاذ لو انت خطر في بالك ان في مجموعة من السيدات مش مسجلين وعاوز اتدخليهم ويروحوا يقايدوا نفسهم مفيش قيد دلوقتي القيد تلقائي اوتوماتيك بالرقم القاومي هتاخديهم وتروحي تشوفي اسمائهم في الكشوف ما لقتيش اسمائهم موجودة هتقولي هنزلهم يبقى بضاعي وقتك مش هيضاف اي حد الكشف طيب بفرض لقتي مجموعة من السيدات في احد القرى او مناطق في دايرتك وما عندهمش رقم قاومي اصلا يعني مش ظهرين في القواعد وتعطفوا معاك وجبت لهم مكربصات وجبت لهم ورق ودلوقتي فيه لأم المتحدة عمل استمارات مع المجلس القومي المرأة اظن عمل استمارات تسجيل رقم قومي ببلاش للسيدات السيدات الفقيرة الظروفة ما تسمعش واخدت مجموعة من الناس عشان تطلعي لها رقم قومي هل ينفعوا يبقوا ناخبين يدوكي اصوات مظبوط ولكن اعمل بيهم ايه مفيش هنا بقى شطرة المرأة المرأة المصرية بالذات اللي مفيش فتفوتة تطلع من تحت ايديها من غير ما تستفيد بيها تبع عندك مجموعة من السيدات ما هونش رقم قاومي طلعت لهم رقم قاومي مش هينفعوكي كناخبين بس ينفعوكي كفريق حملة ينفعوكي من خلال يجيبوا اهليهم وقصرهم اجوازهم ولادهم اطفال اطفال مدارس ينفعوكي في الحملة نتخبين معهم اصوات اهو كده اهو كده الطفل بيجيب ابوه وبيجيب اهله والمناطق والمناطق المغلقة تدخل لها زي ما بنقول كده الهوى مالوش حواجز تدخل لها على جناح الهوى يعني بفرض ان فيه منطقة مقفولة عليك خالص مقفولة يعني ايه في الدعاية ما تقدريش تروحي تعلق يفطى ولا تعملي مؤتمر ولا تلفي مسيرة لكن فيها كتلة اصوات مهمة عايزة تدخلي تخبطي تكسري في شوية حتى انما لو فكرت تروحي بتعرض حياتك الخطر والفريق بتاعك بيتكسر وعربياتك تدخل لها عن طريق تاني اما من فوق عن طريق الاعلام او من خلال الانشطة الخدمية او من خلال اطفال مفيش مستحيل في الانتخابات فيبقى اول خطوة مين هم الناخبين كل من اسمه مقيد في قاعد البنات الناخبين هعرفه ازاي لما بتقدمي ورق ترشح فردي او قيمة ولما بيخلص الطعن وبينزل اسمك في الكشف النهائي كمرشحة خلاص مرشحة اكيد بيتقدمي وبتاخدي السيدهاية بتاعت الاصوات الكشوف السيدهاية اللي بميج جنيدي وبتاخديها مع الورق ضمن الرسوم وبتاخدي السيدهاية دي بتطبعيها وبتفري اسماء الناخبين اللي في دايرتك وبيجي فريق حمل بقى بيوزع ويقسم بقى المربعات الخمسات بطريقة المروحة استراتيجيات دعاية كتير ويوزع الموارد بتاعته والفريق بتاعك وتعرفي عندك مندوبين ولا لأ وبعدين تفحص الكشوف تشوفي فيه تناقض فيه اسماء متكررة فيه اسماء نقصة فيه حد متوفي صوته موجود عشان تعملي طعون وتنقل الجداول أو تتعاني على الجداول خلاص المرحلة دي عارفنا من هم الناخبين نيجي في الخطوة اللي بعدها يوم الاقتراع اللي هو اسمه التصويت أو اسمه الانتخاب كل مرحلة لها يومين كل يوم اتناشر ساعة حد قدنا من تسعة لتسعة سبنا من اللي فات القانون دلوقتي واللي جاي بيقول من تسعة صباحا لتسعة مساء لتسعة مساء يعني لو اللجنة مهوية ما فيهاش ولا نفر جي تفضل فتحة لغاية تسعة يعني لو انا ما عنديش ناخبين خالص واللجنة ما فيهاش حد لازم تفضل فتحة لغاية تسعة لو راح ناس قبل تسعة بخمس دقايق يفضلوا قاعدين لغاية ما يخلصوا تصويت حتى بعد تسعة زي البنوك كده ما بتقفل ويخلصوا جوه انا مهم يبقى اخد بالك مرشحة من شوية ملاحظات اننا المناديب بتوعي يبقوا عارفين المواعيد دي وانه لو حد جي في اخر لحظة او قبل من اللجنة تقفل ابقى عارفة ان القاضي لازم يخرج ياخد اسماء الناس او بطيقهم ويعمل خط ما ياخدش حد بعديهم اللي عاوز يجي يجي تاني يوم طب في اليوم التاني برضو نفس الشي لغاية التسعة حد موجود ياخد بطيقه او كشف اسماء وما قبلش حد جديد فلا يوضف احد بعد التسعة الا لو تلقى قرار من اللجنة العليا قال خلي النهاية بدل تسعة تتمدل عشر الى احداشم حسب لجنة بتقول بص القاضي بيشتغل على التعليمات اللي جات له قبل ما يستلم وهو بياخد الظرف التعليمات بتقول له القانون بيقول له من تسعة لتسعة خلاص لو اللجنة مدت ومعرفتش تخطيره هيعرف منين ان اللجنة مدت للساعة عشرة قاعد في مدرسة كزا في السيل في الحكاروب بعيد خالص او في الوادي في مدرسة بعيدة خالص ما يعرفش ما عندوش تليفونات ما جالوش موبايل قافل موبايل ما عندوش حد اختاره لنجنة مدت للعشرة القانون بيقول له تسعة بيقفل تسعة عشان كده انا اكون مصحصحة بالفريق بتاعي اقول له ادي الاعلانة هو او ادي على الجرائده هو او ادي من النتة هو بيقول قرر المستشار كزا 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 مش متأكد اتصل بيه طيب خلص المعاد وتقفل بيحصل فرز انا في الفرز بقى ابقى عارفة الصوت يبطل امتى كل ناخب قدامه صندوقين يعني بياخد استمارتين استمارة فيها رصة اسماء بيختار منهم اتنين فقط دي استمارة الفردي في الدايرة الفردي بينجح اتنين فقط واحد على الاقل عامل او فلاح فانا باخد استمارة بتبقى بلون ده برتقاني وده اخضر حسب ما اللجنة تعمل ده بوني وده اصفر بس في الاستمارة الاولى اللي هي الفردي بتبقى عبارة عن زي ما انتشفتوها كده في انتخابات اللي فاتت العمود الاول رقم مسلسل العمود اللي بعده الاسم العمود اللي بعده الصفة الانتخابية عامل فئات فلاح والعمود الاخير فاضي عشان نعلم فيه القانون بيقول اختار اتنين فانا لازم اصحصح الناخبين بتوعي وعلمهم اعلمهم بقى بسلو بلدنا كل دايرة وظروفها اعلمهم بالكتابة اعلمهم بميكروفون اعلمهم بقئي اعلمهم شفوي المهم اعلمهم علشان ما يروحش ويتعب وصوته دي لان لو صوته دقى ممكن يكسب خصمي مش بس يخسرني ممكن يكسب خصمي فاقامت الصوت دي اقوله اعلم على اتنين وبس ما تعكش تاني في الاستمار لو انت عاوز صوتك يبقى مظبوط ما تعلمش على واحد وتمشي قال له لكن هو جاي عشاني انا لو اختارني انا وروح صوته ضع علي يبقى لازم انا ازبط مع حد تاني عشان كده كل اللي نزلة فردي لازم تعصر لامون هارفين لامون تعصر لامون وتقول انا وفلان او انا وفلانا ما ينفعش تعمل لعين نفسها الوحدة بس وبالتالي لازم تتوئم تتحالف انا وفلان فلان وفلان ممكن تغير تحالفاتها في الاعادة وممكن انا بتكلم سياسة مش اخلاق وممكن في العلني حاجة وفي الخفاء حاجة تاني لان انت ممكن في العلني تيبقى فلان مع فلان وفي الخفاء فلانة مع حد تالت فتلمي من ده ومن ده فييجي احمد وفايزة عبد الرحيم وفايزة مصعد وفايزة فايزة كسبانا في كل المهم اللي يدي فايزة ما يديش فايزة لوحدها يدي احمد عبد الرحيم مصعد فلان علشان صوته يتحاسب ماشي لسه بقى جاهلك واحد واحد فالناخي بيختار اتنين طب الاتنين دول انا نزل فلاح اقول له اختار واحد فلاح واحد فئات لا طبع اقول له اختار اتنين فئات لا طبع اقول له اختار اتنين الناخي بيختار لهو عاوزه وده خط الشائع دكتور شريف بيحصل كتير في الاعلام انه الناخي لازم يختار واحد فئات واحد عامله فلاح لا طبع غلط. الناخي بيختار اي اتنين هو عاوزه. يختار اتنين فئات صوته صح. مية في المية. والقول غلطي بيشفهم حاجة. الناخي بيختار اتنين فئات صوته صح. اتنين عمال صح. اتنين فلاح هو صح. الحسبة دي بقى مش بتاعتك. دي بتاعت لجنة. اقولك تتعامل ازاي. لا ما ما يساعتش. لا 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 يا استاذة لا ما يساعتش. لا مجير الحملة لا لا. خلاص انتي صح. انا بقولك القانون بيقول ايه? طيب خلاص انتي صح. طيب خلاص انتي صح. بس كده. انا بتكلم عن الصوت. انا ما بقولش مدير الحملة. ماشي. ماشي. في فرق. في فرق بين القانون وبين استراتيجيتك. القانون بيقول ايه? الناخي بيختار اي اتنين هو عاوزهم. جيت انتي قلت انا عاوز الناخي بتاعي يختار كله عمالي استراتيجيتك انت واشترتك. هتقوليلي لو اختار اتنين فئات. هيباوز صوته? لا مش هيباوز صوته. ماشي? حسب الحالات حالة عمر حاجة تانية. عشان اللي كان نازل قصاده كان فئات عمر دراد. بس حالة عمر شبكي حاجة تانية. الفكرة ايه? الناخي بيستطيع اختيار اتنين. طب انتي فئات. واللي قدامك حد تقيل او فئات. هتقولي لا مش هتحلف معه? هتحلف مع حد عمال? لا طبعا. لا طبعا. اهو كده اهو كده. لان انتي ما تعرفيش الناخي بيختار مين? لو هو تقيل. وقال فلان وفلانة والاتنين فئات. وراحوا الف صوت. الدايرة كلها ستلاف. ناخد ستلاف كمثال. وفي واحد فئات ارضيته ما ليده او من الفين صوت. حلو كده? وانتي ملي ايدك من الف صوت. وحد تاني فئات عنده الف صوت. وحد تانية عمال عنده الفين. وحد رابع فلاح عنده الف. اجمال الستة دول. انتي هتاخدي الصوت بالصوتين في الحقيقة. الناخي بلصوتين. هي استمارة واحدة لكن كأنه لصوتين. انتي هتاخدي نص ده ونص ده ونص ده. فانتي هتبقى اعلى الفئات. فانتي ممكن تاخدي من كل الفئات. تتحالف مع الفئات عشان تاخدي فئات عشان تتجاوزين كلهم. لان احنا تلاتة فئات. وانتي الرابعة. انتي خدت نصي ونص جنبي ونص اللي جنبي. فاصبحت انتي معاكي دعفة اي حد فينو. انا لو خدت اتنين فئات. انا لو جيت خدت اتنين فئات. اه واحد تبع الدستور وواحد مستقل او واحد تبع الدستور واحد تبع المصنين الاحرار. ماشي? يبقى انا قسمت اصوات الفئات. يبقى انا دلوقتي كبرت صوت الحرية والعدالة. خلاص انتي صح. وزعت اصوات الفئات. خلاص انتي صح. النقطة اللي بعدها. يعني اصلا انا حسبناك. لا خلاص انتي صح. يعني. خلاص. ما فيش داعي ان حد. اه انتي صح. اللي انتي عاوزها عميه. المهم الناخب يختار اي اتنين هو عاوزه. النقطة اللي بعدها. بعد الناخب بقى في الايمة. يختار ايه? يختار ايمة واحدة. يبقى في الفردي يعلم على اتنين فقط. واحد صوته يبطل. تلاتة صوته يبطل. سبعة فاضي صوته يبطل. علم وكتب اي كلام صوته يبطل. ايه العلامة بقى اللي يختارها? الناخب بيعمل صح وصح او شرطة او شرطة او اكس او اكس كل ده مزبوط. فيش ما هناك. تمام? الحاجة الوحيدة اللي تبطل الصوته انه يبصم. ما ينفعش يبصم عند الاتنين انه هو اختاره. طبعا. في الاوايم. السمارة الاوايم بتجيله رسة. العمود الاول مسلسل. العمود التاني اسم الايمة. العمود التالي ترمزها. الرمز الانتخابي بتاعه. العمود الرابع اخيانا فاضيه اللي انت بتعلمي فيه. الناخب مطلوب ان هو يعلم عند ايمة واحدة بس. ولا اكتر ولا قال. لو فاضيه تبطل. لو اتنين يبطل. لو كتب اي كلام يبطل. ماشي? وبيطبع الاستمارة على وشه. ويحطها في الصندوق. انت في الفرز لو لقيت استمارة مش متطبقة. يبقى دي قارينة مادية للتزوير. لانها بشتدخل من البقء انتع صندوق اصلا. وهي مفتوحة مش هتدخل. يبقى معنى كده ان هي ما قعدتش في الصندوق الا لما غطت فتح وتحطت. اتنين لو متطبقة على ظهرها يعني الصوت مكشوف. يبقى دا اما خطأ من الناخب وخلاص هو حطه والموظف ما خدش باله. او انه تقدري تشكيكي فيه. تقول دي السنة دي. وبتتفرز. بيتمس بعان الاسوات البطلة على جنب. وبعان الاسوات الصحيحة بتتجمع. في الفردي معروف الحزب حسب الاسم. في الجدول بتاع التفريغ. اللي اكيد اللي منكم اخد انتخابات بيعارف الجدول. اللي لسه اول مرة بيبقى عندها الجدول. بترسل فيه بطريقة الوصيان. بتعد الاسوات. وفي النهاية بياخد كشف صورة من الكشف بتاع اللجنة. عشان تطابق اللي عندها زي اللي جالها. او فيه فروق. وبعدين تقدر تطعن لو حبة اعادة فرزة. القاضي بتاع اللجنة العامة. كلمة لجنة. ليها اربع مستويات في مصر. لجنة يعني فصل. دي اصغر حاجة اللي احنا بندخل بنصوت فيه. الفصل ده على الاقل بيلازم فيه. فيه صندوق اين? واحد فردي واحد قوي. في القانون لما تعدل في عشرين حداشر. قال انه ممكن اضم تلت لجان مع بعض. يعني ست سنة دي. تلاتة وتلاتة. في فصل واحد. والفصل ده اعتبره مقر اقتراع. فعندك لجنة سواء صندوق اين او بالكتير ستة. وعندك لجنة عامة اللي هي برئيسها مستشار او هنا برئيس مجلس دولة. وبتضم كزا مدرسة بتوع الدايرة. يعني كل دايرة فردي او دايرة الاوام دي لجنة عامة. وعندك لجنة المحافظة اللي هو رئيس المحكمة الابتدائية. وده القاضي مقر المحكمة اللي بتروح تشتكيله لو فيه مشكلة او بتقدمي عنده ورق او هو كأنه هو اللجنة العلي. وعندك اللجنة العلي الانتخابات. دولة اربعة. لجنة العلي الانتخابات. لجنة المحافظة. اللجنة العامة. ثم اللجنة الفرعية اللي هي الصندوق. اللي همنا الفصل. الصندوق. في الصندوق في قاضي واحد. وغالبا تلاتة او ستة موظفين. ممكن موظف على صندوقين. وممكن على كل صندوق موظف. بالنسبة للصندوق عادة بيتحطي جنب الموظفين. ده على على التجربة اللي انا مريت بها كتير. دي جزئية. الجزئية الاهم ان الموظفين اللي عاديين بيأثروا على الناخب. حط حرية وعدالة. حط الميزان. حط الشوكة. اللي هو رمز الحرية والعدالة. انا عملت كذا مشكلة مع القاضي وما كانش فيه استجابة. نعمل ايه? طيب. احنا الاول واخدين بنا من الاجراءات دي. اجراءات دي دي مجرد اجراءات. السيناريو ده اجراءات خطوات. في الخطوات دي بقى ممكن تبقى فيه مشكلات اقترح على حركه ازاي توجهوها وممكن يكون فيه فرص اقترح على حركه ازاي تستثمروها. انت عندك مندوب عشان كده بقول كم مندوب في اللجنة. الكلمة لجنة دي ازا بقولك يا اما صندوقين او ممكن تزيد بكتير ستة. كلمة لجنة يعني تستوعب على الاقل اتنين مناديب وحد اقصى تمانية. طيب. في الفردي. الداير الفردي اللي هيفوز منها اتنين فيه عندك عشرين مرشح. كل واحد عايز يقدم له مندوب. يعني عندي عندك عشرين مندوب بس على الفردي. والاوايم مترشح عليها ستة احزاب. كل حزب عايز يقدم له واحد. يعني ستة وعشرين. الاقضاء هياخد بالكتير تمانية. عشان كده انا كمرشحة اعمل ايه فريقي يروح بدري مزبوط وابقى متطمنة ان المندوب بتاعي ده اسمه موجود في الكشف. علشان هو ناخب في الكشف. وده شرط المندوب يكون اسمه مقايد في الكشف. لان هو كمان بينتخب. ومجبش حد من بره وإلا مش هيعترف به. كان زمان بيروح عند زمان المباحث بيجيب له ورقة ان هو اسمه مقايد في الكشف. وزرط مباحث ساعات يعطى له وساعات يقول له اه لا دلوقتي عند اللجنة نفسها. ده بورقة مني ان هو ده مندوب بيلاقي اسمك في الكشف. قبل ما تبدأ انتخابات بيقولك اتفضل. انتخابات تبدأ تسعة. القانون بيقول للقاضي الناس بيجو لك تمانية تمانية ونص. وانت بتروح اللجنة تسعة. قبل ما بتفتح بتعمل محضر فتح اللجنة. بتشوف مين مناديب. جالك اتنين اتفضلوا. ونبدأ شغل ساعة تسعة. مجالكش حد مناديب خالص. اجل نص ساعة. تبدأش. اجل نص ساعة. تسعة ونص. لو تسعة ونص ما جالكش حد ابدأ وحضر اتنين من الناخبين. الناس اللي وقفين في الطبور. تفضل يا حج فلان تقعد معنا يا استس فلان تقعد معنا. طب انت كابتل صوت وتقعد معاه شوار غيرت ميكي حد. اقعد واكتب اسم في المحضر. بدون شهود. ماشي. فبيبدأ عنده اتنين واحدة اقصى تمانية. طيب. من عشرين مرشح. وانا واحدة منهم. اعمل ايه? اعمل طربيتات بعدي. كلهم بينفسوني. لكن في حد بينفسني وانا اصقى في اسلوبه. فهقول له المندوب بتاعك يرقب لك ويرقب لي. لو في حد بيعمل دعاية ضدي. بيذكر اسمي بحاجة وحشة. او بيطفش ناخبين بتوعي. او بيعمل اي حاجة تقزيني. خلي المندوب بتاعك اللي تقابل. يرسل ملاحظة باسمي. يطلب من القاضي ان هو في ملاحظة على كزا تخص المرشحة كزا. ويجيب لي صورة من المحضر ده. وفي المقابل انا في اللجان التانية المندوب بتوعي هيرقبولك. ودي التحالفات اللي بيعملها مدير الحملة. طيب خلصنا تصويت وجي الفرز. الفرز تم استبعد من الاصوات البطلة. وبعدين الفرز الصحيح. اتوزعت على الفردي. اتوزعت في مطلع كشف. القاضي رئيس اللجنة العامة. بيعلن النتيجة. بس كمان بتاع اللجنة الفرعية بيفرز قدامك في مقر اللجنة. ما بتتنقلش السنة دي خلاص. ففي مقر اللجنة بيبعندك الاصوات. فبتبي عارفة انتي خدت كم من الفصل ده? والفصل المدرسة فيها تلات فصول. خدت كم في تلات فصول. والمدرسة اللي جنبيها فيها ست فصول. خدت كم? والمدرسة اللي بعديها فصل واحد. خدت كم? كل دول بيشكلوا الدايرة. رئيس اللجنة العامة هو اللي بيعلن النتيجة في الفردي. يقول فلان خد اعلن الاصوات. او محدش خد اعلن الاصوات. وفلان وفلان اعادة. ممكن الاعادة يبقى اتنين. ممكن تلاتة. ممكن اربعة. امتى في الفردي الاعادة تبقى على اتنين? وامتى تبقى على تلاتة? وامتى تبقى على اربعة? حيث نزلت عامل. نزلت قبل كده. نزلت ايه? فئات. عامل يعني ماشي. ممكن الاعادة تبقى على اربعة. لو محدش ولا فئات ولا عمال وفلاحين جاب النص. فناخد اعلى اتنين فئات. واعلى اتنين. يعني اذا. ممكن نص الناخبين. يده لاثنين فئات. والنص التاني من ناخبين يدي واحد فئات واحد عمال. فيبقى اعلى اتنين فئات يدخلوا وينفسوا بعض. في الاعادة. اه? اه. لكن ده بيبقى صعب في الفردي دلوقتي. هي حالات قليلة عمر حبزاء واظن الكسب من اول مرة. ففي الفردي عادة لان المنافسة عالية تتفتت الاصوات. ففي الاعادة لو محدش من الفئات عد النص. ولا حد ان العمال وفلحين عد النص. بناخد اعلى اتنين فئات. واعلى اتنين عمال وبيدخلوا اعادة. بيبقى عندك اربعة بيعيدو. اتنين على كرسي والتنين على كرسي. طيب. بفرض ان الفئات عدة. باخد اتنين عمال. يبقى لعادة مع اتنين. بفرض انه اه في اه واحد من العمال عدة. خدوا لكم بقى. واحد بس عدة عمال. والكرسي التاني محدش اه اه جاب النص. هاخد اعلى اتنين. حتى لو كانوا اتنين عمال. حتى لو كانوا عمال. اعلى اتنين. بصرف النظر. لان العامل يشتغل على الفردتين. لكن العكس غير صحيح. عشان كده بفرض ان عندك مسلا اعلى تلاتة. محدش جاب النص. بس اعلى تلاتة عمال. واحد اعلى من اعلى من اول تلاتة دول عدى النص يكسب كرسي. واللي بعديه. اللي اهل من النص بس برضو عمال. يحصل اعادة بين الاتنين العمال على كرسي الفئات. لان هي في الحقيقة مش اسمها كرسي فئات. هي اسمها الكرسي الاخر. اللي محجوز للعمال مش للفئات. طيب. فممكن الاعادة تبقى على اتنين او على اربعة. طيب. في الدواير الاوائم. مفيش اعادة. بتتحسب زي ما بقول لحضراتكم. اجمال الاصوات الصحيحة في المدرسة دي ودي ودي كام? اه خمسة الاف صوت. ست الاف صوت. كم كرسي كزا? الكرسي بكام? 1500. طلع على الكشف. الحزب الايما الاولى خدت كام? كزا? يبقى لها كرسي. اتنين كرسي. وبعدين فيه كرسي الرابع محدش خده. نشوف اعلى البوائي مين? ونقول اذا يذهب الكرسي الرابع الى اي متكزة. مين بقى? ونطبق المعامل. بعد ما نحدد العدد نطبق المعامل. اللي كسبوا دول اربعة. اللي اربعة دول نصهم عمال? اه اوكي على خيرة الله. لا. الاربعة اللي كسبوا دول تلاتة منهم فئات. هضحي بواحد اهل معامل وهستبدله بفردة عمال. بواحد عمال. وعشان يبقى نصهم. هاي لغة انتخابات كده? بقى نص ونص. واروح جايب دايرة الاوايم دي سواء اربعة عشان كده زوجي. عشان كده العدد زوجي. اربعة او تمانية او اتناشر واقول دول اللي كسبوا فيها. طيب خلصت كده النتيجة. الخطوة اللي بعدها بقى بمرحلة الطعون. من تاريخ اعلان النتيجة العامة. زي اقول لحضراتكم في عندنا لجنة العليا. هي اللي قرارها رسمي. مفيش فرق بين الرسم والفقلي. لان اللي بيطلعه القاضي في اللجنة العامة هو ده الكشف اللي بيبعته للجنة العليا. بيعته بالفاكس او ساعات بياخده بايده. لكن انتي لا تصبح عضوة الا لما لجنة العليا اتخابات تنزل البيان بتاعها في الجرايط. بس انتي عارفة خلاص والناس بتبريك لك تمام. مفيهاش كلام. من بعد ما لجنة عولي تطلع الانتخابات. انت تطلع النتيجة العامة قدامك تلاتين يوم تطعني امام النقد. بعد التلاتين يوم مفيش تعاني خلاص. في التلاتين يوم دول بتقولي انا عندي تلاتين محضر. في خمستاشر صندوق. المحاضر اللي في السندوق دي القاضي ماضي عليها وقال انه في الصندوق الفلاني عند فتحه تبين ان في عشر استمارات متطبقة جوه بعد. قداني شهادة هو. الصندوق اللي بعده كان افل مكسور. الصندوق كزا عدد البطاقات للصبارات اللي فيه خمسمائة وتلاتين. وعدد اللي ماضين في الكشف خمسمائة بس. صبوري. صبوري. صبوري بس يا استاذة صبوري. صبوري. بالمحاضر دي تبعتيها النقد. النقد بيتحقق منها. يقول اوكي ازا دي سلطة القاضي بقى. ازا المخالفات دي تستوجب ابطال كل النتيجة بتاعت الصندوق واحد وسبعة وخمستاشر وتلاتة وعشرين. يبقى ازا بيلغي النتيجة ويعمل اعادة انتخاب في الفردي او يغير نتيجة في الاوايب. اتفضل. اه. ما انا جاي في الكلام حاضر صبوري علي بس. انت سخنين ليه كده حاضر. انا اصلي يا استاذة انتي. انا انا بفترض انا بفترض يا استاذة انه مش كل الوجوه الكريمة اللي قدامي بخبرتك. انت او غيرك يعني. فلما بقول فكرة لما برد لما برد على سؤال برد على سؤال من اول القصة لاخرها. عشان احنا خبرتنا متفاوتة. ازا المخالفات اللي انا بلاقيها او المناديب بيلقوها اهم وسيلة اضرب عليها المناديب بتقول ان هم يرسودوا يطلبوا توثقها في محضر. والمحضر بيحتفظ بيها. لربما تفيدني بعد كده في النقد. طيب. فات النقد. اتحصنت المراكز القانونية. خلاص. ما فيش فرصة للتعال. نيجي بقى للجزء اللي هو ما فيوش اجراءات. زي ما الاسازة بتقول. الموظف بيقول اي حاجة عاوزة مين? عاوزة كزا طيب يروح معلم لها على حد تاني. شفتي? اثبتي. ما انا اجيلك يا استاذ قصبوري طبعا انا ما بتخلقش واحدة واحدة. طيب. انتي شفتي وبالتالي بتطلبي من القاضي يديك صورة طيب. القاضي رفض. وبيحصل. بتعميلي ايه? ودل عشان كده بقولوكو فيه لجاني. بتروح نراحة رئيس اللجنة العامة. انا شفت كزا. يا اما ياخدك ويثبت كزا الواقعة ويديك نسخة من المحضر تروحي بيها عند النقد. او هو نفسه يتدخل ويوقف. او هو نفسه يغير القاضي. خلاص ماشي. انا طيب ماشي. ما بيحصل. انا بقولك الاجراءات. حاضر. ما نفعش رئيس اللجنة العامة بتروح لجنة المحافظة. ده رئيس محكمة. ما نفعش لجنة المحافظة روح لجنة العليا. ما انا ساعات وفعالة ساعات. بتعملي بقى ايه? انا رأيي الاعلام. قبل ما تروح القضية. الاعلام. الاعلام بشكل قوة ضغطة. عشان كده موضوع تقارير المراقبين. رغم انه مش هو اللي بيغير نتيجة الانتخاب الا انه بشكل قوة ضغطة. طب انا اعمل ايه? هل في حد محصن من المشكلات دي? لا طبعا. كلنا معرضين لمشكلات. لكن دي عركة. فعلا عركة. والعركة نتائجها مش واضحة مقدما. ومحدش عنده ادواته اللي ضامن انها بتحميه. كلنا معرضين للخدوش والتجريح والمشاكل. عشان كده الافضل ان انا استعد في افضل حالاتي. حالاتي يعني المناديد بتوعي. فريقي يكون فاهم ويكون مدرب. وبقدر الامكان يكون مصحصح وينصق بقى. ويبعد بالتليفون وعندك محامي او اكثر. ويلفع اليجان. وبالضغط شوية. بالاسلوب الكويس شوية. بالاعلام. بالتوصيق بحاجات زي كده. لكن هل كل ده منع المخالفات في الدستور الاول والتاني والرئاسة والشعب والشورى? طبعا ما منعش. لكن انا بقول ايه الاجراءات المتاحة او الادوات اللي تحت ايداني. طلعنا كده النتيجة. وخلصنا فترة النقد. اصبح العضو او العضوة في ولاية المجلس. هل في سيد قراره? اه لازال سيد قراره موجود. بعد التلاتين يوم دول? لا موجود. بعد التلاتين يوم بتقعد طعون? فانقطع ولاية محكمة النقد. بيرجع الامر تاني ملكي للمجلس. يعني لو عضوة كان ناجح ايمة. حزب. وخرج من حزبه. حزب اللي خرجه. خرج من حزبه بمزاجه. وما طلعش عليه قرار باغلبية التلتين هيفضل عضو زي ما هو. المحكمة ولايتها فقط تلاتين يوم. تنتهي فترة الطعن بعد تلاتين يوم النص كده واضح. تقدم الطعون لمحكمة النقد خلال ثلاثين يوما من اعلان النتيجة العامة للانتخاب. بعد الثلاثين يوم ما فيش طعن يوم ما فيش نقد خلاص. وبالتالي القرار كله بينتقل الى المجلس. والنص في الدستور في القانون اللي طالع ده بعد تعديله من المحكمة الدستورية بيقول كده وتسقط العضوية ازا غير العضو صفته من عمال وفلاحين الى فئات. او فقد صفتها الحزبية التي ترشح عليها او كانوا مستقل منضمة لحزب ويصدر القرار باغلبية ثلاثية اعضاء المجلس. مش بحكم احكمة. يعني لو اغلبية الثلاثين سكتت بيعجي. موحدش يوقفهم. وكان عندك نواب التجنيه وهكذا. يعني فيك التلتين معناها نسا يتقرروا موجود التاني. اوكي? حسب امتى? غير. لو خلال تلاتين يوم بعد ما نجح امتى? عندك تلاتين يوم? لو خلال التلاتين يوم يروح محكمة النقد لتشطف فور القرارها ملزم. لو بعد التلاتين يوم القرار في ايد المجلس. يا اه يا لا. اه يسقط العضوية لو جاب اغلبية الثلاثين اعضاء المجلس. خمسمية ستة واربعين. على تلاتة في اتنين. يعني تلتمية اربعة وستين عضو يوافقوا على اسقاط عضويتك عشان تسقط. تلتمية اربعة وستين عضو. يقولوا يا استاذة فلانة اللي نجحت عامل وتحوى اللي نجحت حزب وتركته وانضمة منسقلة تسقط عضويتها. تلتمية اربعة وستين موافقة موافقة تسقط العضوية. لو موقفش تلتمية اربعة وستين ضدك محشة تلعك من المجلس ولا رئيس الجمهورية. لو بعد التلاتين يوم تفضل الفاتح. الدكتور علي بس هو برضا عايز اعزل الافاضل لان مواضح الدستور اول مرة الدكتور علي يشرحه للناس بوضوح كده في مسألة الانتخابات وهو بيشرحه احنا شايفين دي فهات كتيرة قوي حصلت يعني النهاردة لما اتكلمنا على اسقاط العضوية بعد تلاتين يوم يبقى من المجلس مش من محكمة النقب فدي دي فو كبير ممكن يكون محتوط لهدف سياسي معين لنصر فريق سياسي محزب معين او فصيل معين وحاجات كتيرة من اللي قالها الدكتور علي تمام ماشي بتتقال ان في غرض وراها ورق زي موضوع الرقابة السابقة واللحقة بتاعت المحكمة الدستورية اللي احنا بنعيشها اليومين دول تمام ازاي ما فيش رقابة لحقة برضو دي مشكلة جامدة احنا فهو يعني الدكتور علي في كلامه هو بيقول له كل حاصر بزبوط في ديفوهات اه في ديفوهات ديفوهات جامدة في ديفوهات جامدة بس انتوا وافقتوا في الاستفتاء على الكلام ده هو بيوضح اللي موجود الشعب وافق حاجة الخمسين في المية وافق تمام تمام طيب انا طولت عليكو ده واستاذات وأرجو ماكنش تقيلت اكتر من لازم لو في اي ملاحظات او استفسارات مش عاوز اوي اعقد الموضوع في اجراءات وتفاصيل اكتر من كده بس لو في حاجة غمضة او استفسار تحت امركم. اتفضلي. اتفضلي. اه تمام. هو الاستاذة قالت نقطة مهمة اوية. اقول لحضرتك. ده سؤال وجيه. الاستاذة قالت امتى نعرف ان القدامي ده قاضي. الدستور قال اللي جاية دي بس بالذات تحت اشراف اللجنة العليا. اللجنة العليا بيرأسها رئيس استيناف القاهرمص الشر سمير ابن معاطي. اللجنة العليا دي بتضم قضاء واعضاء هياة قضائية. كلمة قضاء قلنا يعني قاضي جالس. القاضي الجالس ده يعني في محكمة. اللي في محكمة يأما قضاء عادي. اللي بنشوفه في المحاكم. يأما قضاء مجلس الدولة. او من هياة قضائية زي هياة قضاء الدولة والنيابة الادارية. في الحالتين طالما بيشتغلوا في الانتخابات بياخدوا باج. والباج ده بيقول الف في درجات مجلس الدولة. او درجات القضاء. زي الدرجات كده نقاب المهندسين او الجامعة. فيه استاذ. استاذ مستشار مندوب وهكذا. بياخد باج بيتقاله كذا. لكن اغلب الناس ما يحطهوش. اللي بيحصل ايه? انك بتقولي له او المندوب بتاعك. لو هو محضرش فتح اللجنة. وهو بيحضر فتح اللجنة. بيقول انا فلان فلاني. حضرنا. وحضر معنا فلان وفلان وفلان. لو انت شك ان هو قاضي. هو بيطلع للكرني. وبيطلب الكرني. بعد كده خلال اليوم انت عارف انه قاضي. اللي ممكن يشاغب او بحصل ان ايه وبسوق ان ايه هو الناخب. لكن انت كمرشحة بتعرف انه قاضي لما اللجنة بتتفتح. هيفرق معك ايه بقى? انه هو من النيابة الادارية او من مجلس الدولة. مستشار ولا رئيس محكمة? ولا مندوب لسه مساعد يدوب لسه خريج صغير يتعين في مجلس الدولة. هيفرق معك حاجة خالص? لان القانون بيقول رئيس اللجنة الفرعية ده هو رئيس جمهورية اللجنة. صوروا بقى. ودي من الامور كويس لحاجة فكرتيني بها. دي المامور اللي ناخد باننا منها. لا يستطيع احد اتخاذ اي قرار في اللجنة الا بموافقة رئيس اللجنة دي. مسلا الاعلام. عنده رخصة الدخول. لكن لو جي القاضي قال له يا استاذة انت جاي بالكاميرا وانت صحفية كزا. لا استني شوية. بعد خمس دقائق تيجي. انا من حقي. لا من حقي ده انت رخصة. مش مش فرض. انا شاف اللجنة زحمة بجيش دلوقتي. خلاص ده قراره. ودي مش مخالفة. او لو جي لقى الدنيا هيصة وخايف على الصندوق فقال نعجل شوية اتخاذات نص ساعة. برضو حق. بس حقي كانت انك تاخدي محضر بانه وقف اللجنة نص ساعة. مش علشان يزودها بعد تسعة تبقى تسعة ونص. عشان تثبيتي انه وقف اللجنة. وعاوز تعرفي الصندوق كان في حوز اثنين في النص ساعة. لو في نص ساعة دي. التعبير القانوني اسمه ايه? انتي غلت يدكي عن الصندوق في نص ساعة. يعني هو قال نص ساعة تفضلوا. والمناديب اخواننا تفضلوا. استاذات براء وكلوا تفضل. اغاية تمال دنيا تيه ده. وقعد جوه هو الموظفين وقفت الباب من جوه. نص ساعة. وجيه بعد نص ساعة قال تفضلوا. لا يا حبيبي. الديني بقى محضر ان تقفت نص ساعة. وانا مش شايفه ولا فيه مناديب. وبدأ نفسه القاضي في النقد يبطل الصندوق كل. لان حصل نص ساعة متعرفيش اللي حصل فيهم ايه? لانه لما بيكون يومين يا استاذة في نهاية اليوم الاول بيتشمع الصندوق في حضور المناديب. وبيحط جوه القوضة وبتتقفل القوضة في حضور المناديب وبيمشوا. تاني يوم ما بيفتحش الا في حضور المناديب. هاي القفل مزبوط. شمع مزبوط. فتح القوضة. الصندوق مزبوط كله تمام. امضوا انكوا لقيتوا السنة دي بحالتها. ويمضوا. لانه في عهدة حد اخر مش انتي. فبتعرف ان هو قاضي في بداية الفتح اللجنة. وسواء من نهاية قضايا الدولة او النيابة الادارية او المحكمة او القضرة عادي. عادة بنقول له اما سيطة المستشارة او سيطة المستشارة. او الاستاذة فلانة او استاذ فلان. وفيه سيدات كتير في القضة دلوقتي. اه احنا بنعتبر انه رئيس اللجنة ده اه سند ليا مش عليا. لانكم ممكن تطلبوا منه السطرين اللي بيكتبوا رئيس اللجنة هم اللي بيعتد بيهم. يعني لو لقيته مسلا اه اي انتهاك وهو تفهم. وقال طيب هديك محضر ان فلان اعتد عليكي او فلان بيحط دعاية وبسمعش كلام تقدري تاخدي شهادته دي. الورقة المحضر بتاعه ده النموذج عندهم نمازج مطبوعة جاز. وده يستنيدي جدا في النهاية. ترجمة نانسي قنقر